محافظة البنك المركزي في فبراير 2019 عدد القروض عدد القروض الاستلاكية 552 ألف قيمتهم الإجمالية 989 مليون تقريبا مليار هذا يعني تعتبر بشخطة قلم تمشي لأنه على اعتبار أن المنح وغير اللي تروح للخارج أو بعض القضايا هنا لما تكون عندك قضايا مثل الداو وغيره وغيره تسدد الحكومة بعدين هذا اللي يغطي كم يغطي كم 429 ألف كويت وكويتية هذه القروض يعني يريحهم أني أنت تقول في بعض الناس يقولك ماكي عدالة أنا الآن بقول لك ليش أطيح القروض أفهم أنها هي مليار دينار أفهم أنها تمس نص مليون شخص تقريبا من الكويتين بس ليش أخوش ليش أول شيء هذالناس اللي إحنا نتكلم عنهم محسرين حالتهم المادية تعبانا 490 ألف رحالتهم المادية تعبانا مليا يعني على الطرق المعاش على ما يقولون مفهوم نصف مليون كويتي مؤسرين لأنها بعد زيدوا إياهم كل واحد شمياها لديه مثلا متزوج هذا يصل 700-800 ألف زين أوكي أنت الحين أنا بقول لك شغلة وهم يقول لك أنت ليش تبي تسد القروض وشيء من هذا الغبيب أنا بقول لك شغلة أحساس أنه مودول ما فيها عدالة ما فيها عدالة مولية هذه 31 ثمانية 1993 الجلسة المداولة الثانية المديونات الصعبة 9546 ألف خسروا الخزينة العامة 5.8 ثمانية خمسة مليار ثمانية لو كنت ناعب ذاك الوقت كنت صوتوا إياهم لا طبعا إذن ليش تبي لهم مستحيل أصوتي آه ليش ما صوتوا إياهم لأن أغلبهم لم يكن كلهم عندهم أموال حولها الخارج وعندهم ظلل عندهم عقارات وهذه لطرق المعاش اللي هني قاعدين طرق المعاش ومع ذلك قلنا عليهم بالعافية اشتركوا في القناة